بأول مرة على شاشة التلفزيون المصري نشوف عمل فانتازيا صريح من أوله لآخره عمل ينافس سلسلة هاري بوتر بجلالة أدرها وأفلام هوليود الخيالية اللي بتشدك معاها في عالم كله خيال وغموض وأحداث مش واقعية بس تغذية بصرية لعيونك وخيالك إنها يروح تلقائي لدنيا زاد وألف ليلة وليلة الحقيقية وممالك سرية جوه خيال القارئ اللي بيحب روايات الخيال والمشاهد اللي بيتفرج على فانتازيا المرة دي تجربة مختلفة وقوية وهتحقق أرقام قياسية يطرأي حكاية جودر اللي من أول حلقة لي وهو الشغل الشاغل للسوشيال ميديا من الحلقة الأولى من مسلسل جودر لحد الحلقة الخامسة الجمهور تقدروا تقولوا كده كان بيتفرج وهو بيسخن لمشاهد درامية وخيالية قوية جدا هتزيد كل حلقة والوتيرة اللي ماشي عليها المسلسل هتزداد جرأة في عالم الفانتازيا ومع كل حلقة جديدة هتتأكد أن العمل ده ممكن ينافس بقوة مسلسلات النص الأول من رمضان وهو قاعد وحاطة رجل على رجل ومجرد منتشر مشهد نور على السوشيال ميديا وهي بتتحرك بالتنين في مشهد ملحمي ما تقدرش تفرق بينه بين مشاهد أفلام هوليود الخيالية والجمهور بقى في حالة زهول وما كانوش مصدقين أن ده عمل مصري بيتعرض في رمضان واللي مش متابع بدأ يتابع بعين فضولية جودر عمل مختلف من بداية الأداء التمثيلي القوي لياسر جلال أداءه مميز في شخصية شهريار وشخصية جودر اللي مختلفين عن بعض تماما هو ونور اللي أي مبدور شواهي الشريرة والجميلة ميكس قوي وجذاب وقدروا يجذبوا الأنظار ده غير الفانتازيا اللي متوظف فيها تيمات درامية كتير تحت مظلة حكايات شهرزات في ألف ليلة وليلة البطل الشجاع المغامر بتاخده بيقابل غرائب وعجائب في طريقه وغيرة الإخوات والحب والسلطة والحكم والسحر والماء ورائيات ببنشوفش الكمبو ده كتير في المسلسلات المصرية الحوار لوحده في حتة تانية اللي كله معاني وحكم عن ربنا والخلق والكون والأقدار والحياة حوار ممتع ما يتشبعش منه مع الأحداث السريعة اللي ما فيهاش ملل وبتتحرك بسلسة وحتى نهاية الحلقات بتخليك متشوق للحلقة اللي بعدها التصوير إداري حقق مدعب صرية بجدارة كدرات خيالية وجرافيكس تنفيذ عالمي ومستوى إتقان قليل لما بنشوفه في أي مسلسل عادي وموسيقى تصويرية واستعراضات والأزياء تاخدك لزمن فوزير نيلي وشيريهان يعني عمل متكلف ومتعوب عليه ومدروس صح من الكتابة لحد التنفيذ قلونا إيه رأيكم في تجربة جودر وإيه أكتر المشاهد اللي حبتوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر